السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة مجاوز فكنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يوم ان شاء الله هنقترح عليكم طرطة التفاح او فطيرة التفاح سميوها كيف بغيتو المهم بالطريقة كيف وعدتكم دائما سهلة سريعة والاقتصادية ان شاء الله غاد يتحضروا احلى طرطة لوليدتكم او الضيوف ديالكم فكنتمنى ان شاء الله تجربوا تركتي ودنا الاعجاب ديالكم ومدى عجبتكم الوصفة ما تنسوش جامل الفيديو ومشاركتو في مواقع التواصل الاجتماعي ايضا الاشتراك في القناة اذا كنتو كتزوروني الاول مرة باش توصلوا معنا دائما بالجديد وكمقادير غادي نحتاجو 250 جرام من العجينة المورقة العجينة المورقة يمكن تحضروه او يمكن تشريوه جاهز ذاك الشي اللي كبغيتو غادي نحتاجو مع لقم السكر حبيبة مع ملعقة صغيرة من القرفة غا نحتاج ايضا اصفر بيضة نجوج مع علاقة ثلاثة اكبار مربى المشمش او او عفوا او 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 الخوخ حسب الرغبة غا نحتاج جوج تفاحات كيف شوفتو معايا وعصير نصف ليمونة حمضة بالنسبة التفاح فغادي نغسلتو اه غسلتو مزيين كيف كتشوفو قشرتو قطعتو بهات الشكل هذا اللي هو ارقيق ضفت عليها عصير نصف ليمونة حمضة باش مايكحل شي ويتأكسد ونخليوها على جانب من نسبة العجين المورق فكنتلقوه بهات الشكل هدا رقيق شوية ما رقوه شي بزاف تقريبا نصف سنتيم هكدا باش يجينا شوية من فوق ما جيناش العجينة رقيقة بزاف وغنلويها على دلك هكذا نحيد على جنب وغادي نوضعه في الصينية غادي نوضعه دابة في الصينية باش يسهل عليها تشكيل ديالا يمكن تخدموها هنا في سطح العمل ولكن انا كنفضى نوضعه فهكذا كيف كتشوفو وضعت العجين وغادي نحيد له هاد الجوانب هادو كلي كتشوفو هكذا اللي من عرجين باش نحصل على واحد الشكل اللي هو مربع او ممكن تعملوها على شكل مستطيل حسب الرغبة ديالكم فقد نزول هاد الزوائد عفوا هادو اللي كتشوفو باش يجيني شكل مربع كيف كتشوفو بلي كتكون العجينة في الصينية فهي كتسهل عناك ندورها كيفاش بغيت يعني وكان كيكون العمل شوية سريع على عكس ما كتكون منزلة فوق سطح العمل كيصعب عليا شوية الحل وعد كان بقى نحنع ليها فهكذا كان القرسي مصورة كم لا او كان بنكل لي في الكاميرا فكيف كتشوفو قطعت على شكل مربع وكن قد نقدها هكذا بهاد الشكل هكذا حتى ويلا بقاوشي شوية فماشي مشكل كنقدم غيب هاد الشكل هادا غادي نجي ان الحشية غادي نحسب غادي نش نخلي واحد السنتيم بالضبط هكذا وغنقطع العجينة كيف كتشوفو معايا في الفيديو غادي نعمل هاد تقطيع هادي او هاد السنتيم هاد هاد الشاريط اللي غادي نقطعه غادي نقطعه في الجوانب الاربعة كيف قوتكم ممكن تعملوها على شكل مربع على شكل مستطيل حتى هي ايضا كتجي اه كتجي مزيانة وممكن تعملوهم على كحسة صفر ديو هكذا صغيرة بالحجم اللي بغيتو هتومة يعني ماشي بالضرورة تعملو واحدة كبيرة بهاد الشكل هادا فهكذا كيف كتشوفو هاد السنتيم هادا اللي قطعناه في الجوانب على الجهات الاربعة غادي ناخده اصفر بيضا كيف كتشوفو طربته ممكن تطربوه معا شوية دخل او شوية الحالب وغادي ندهان ما غادي ندهان شي شارت وانما غادي ندهان جانب الشارت من جهة الدخلانية فكنتمنى يكون الفيديو كي شرح نفسه يعني فكندهان ايضا جوانب الاربعة قدام شارت قدام تقطيعه قدام الخط اللي عملنا اللي قطعنا كندهان هكذا باش هاد الشرائت هادو كنجيب وممكن نوضعه معلا هاد البيض باش تلسق العجينة وهادي غادي جيني كحافة ديال الترطة او حافة الفطيرة هاد جيها هدي باش كتجي شوية من فوخة كتجي من داخل حانية ومن الحشية او هكذا كتجي شوية عالية فغادي نقطع هاد الحشيات او غادي نفصلو معلا بعض تيتم هكذا كيفشتو وغادي نهز الشارت نوضعه فوق البيض باش يلسق باش كل هاد كيف كتشوفو وغنهز الجيهة الاخرى ايضا بنفس الطريقة فانا ضطرت هنا من منصرعش الفيديو يعني وخيجي طوي شوية ضطرت ان انا منصرعوشي باش تكون طريقة وضحة شوية وانما هي كيف كتشوفو طريقة سهلة سهلة وبسيطة جدا صفي كنعمل هاد المسألة هدي اعلى الجهات الاربعة وكنحيد هاد الجوانب او هاد الزوائد هادو باش كنحصل على واحد المربع كيف كتشوفو بهاد شكل هادا مقدوم متساوي باش نحضروه ترتدينا بيدون اي قالب يعني وخا ما يكونش عندنا حتشي قالب ممكن نحضروه قد ناخد اصفر البيت وغادي اندهنو فوق الوجه يعني فوق الحشيات هادو هاد الشرائط هادو الاربعة غادي اندهن فوق منهم ما غادي اندهنش الواسط غادي اندهن غش شرائط باش هكدا كيجوني محمرين زيان هاداك اللون الدهبي اللي كان بغيواه كلنا في الفطائر اصافي اه من بعد غادي ناخد مربع المشمش او مربع الخل حسب الرغبة غادي نوضع واحد جوج معلقة غي صغورين هاكدا في الوسط جوج حسن ثلاثة يعني وتكون عندي واحد طبقة رقيقة ما تكون شي ما نعملو شي كيميالي هي كتيرة غير شوية وصفي لانا تفح وضعين في احنا الليمون الحامض باش مجيناش التورتة حمضة بزايف فكنوضع بهاد الشكل هادا كيف كانت شوفو غير قليل فقط جوج حتن ثلاثة ضم علق وغادي ناخد تفح او شرائح تفح لقطعنا ونوضعوا على هاد الشكل هادا فوق بعطيتهم واحدة فوق اخرى واحدة فوق اخرى حتى كنعمل واحد صف ديالهم ونحاول تفح ما يجيني شي على الحشية او على الشارط هادا اللي كيجي في الحشية اللي دهانها بالبيض يكون تفح داخل باش ما يحبس شي اللي انت يفخ دياله فكنعمل هاكدا واحد الصف اللولي ومبعد الصف تاني وكنستمر بهاد الشكل هادا كنستفى تفح ديالي حتى كنسى لي الكيميال اللي عندي كامل وكنعمار هادا الطرطة هادي من الواسط كله بعد شكل هادا كيف كتشوفو ومبعد غادي نخلط السكر فهنا للتذكير فقط جوج معلقة كبارين تسكر حبيبات مع ملعقة صغيرة ديال القرف فغنخلطو مزيان وغنرش بهم هادا تفح ما غنرشوش الحاشية غادي نرش فقط الواسط يعني غير تفح فقط فغنرش هكدا بيدي احسن باش كان باش كديجي السكر هكدا متساوي حتى غنسالي الكيميات السكر اللي عندي هادي كاملة غادي نوضعوها مع هادا جوجة الحبة تفح عفوا فهاد المقدر اللي عدي تكون كاملة مضبوطة ميتين وخمسين جرام ديالوارد عفوا ديالعجين المورق مع جوجة تفحات مع جوجة معلقة السكر كافين هادا الأثناء هادي ضروري يكون الفورن كيسخون على درجة حرارة مية وتمانين او مية وسبعين مشعل من الفق او ملتحت ندخلو الفطيرة قريبة شوية لتحت ونخليوها حتى تطيب مزيان وتحمر كيف كتشوفو دابة باقة في الفرن كانت سوف يتأخد هاد اللون الدهبي اللي كان بغيوه ضروري يكون الفرن على درجة حرارة مهيلة لان العجين المورق كيبغي تكون الحرارة ديالفورن مهيلة باش كيطيب مزيان من داخل وكيتنفخ ما كيجي شي معجن من داخل إذا كانت النار شوية زيدة فكي ما كيطلع شي مزيان وكيجي معجن وأيضا ما كيجي شي مقرمش بهالطريقة هادي يعني النار مهيلة كيجي مقرمش مقرمش بواحد شكل روعة وكنزينوها كيفاش مبغينا بالنسبة للي انا فغادي نزوق واحد النصف غادي نرش عليه السكر سقل والنصف الآخر غادي نزوقه او غادي ندهنو بمربة المشمش يمكن دهنو النباج اذا كان عندكم او او العسل هكدا باش كيبقى الوجه هكدا لامع كيف كتشوفو معايا وكندهنو حتى هاد الحويشيات هادو فكننفض عليهم شوية ده السكر وكندهنو باش كيجي الشكل ديالا جميل شوية وصفي هذا هو الشكل نهائي ديالا نقدموها بالصحة والعفية الفطيرة او الطرطة كتجي روعة كتجي فعلا تحفة تحفة المطق ديالا روعة والقرمشة اللي فيها حتى هي يعني كتجي بكل صدق وامانة كتجي فعلا احسن من المخابز او اللي كنشريو من بره فكنتمنى ان شاء الله تجربوا طريقتي وتنال الاعجاب ديالكم عندي يبقى اتطع لكم واحد طرف هكدا باشوفوا حتى من الدخل كيفاش كتجي بتجي مقرمشة مزيان مزيان كنتمنى ان شاء الله تجربوا هادو الوصفة وعلى الطريقة ديالي وتنال الاعجاب ديالكم اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجام او مش شوية شاركت الفيديو ايضا الاشتراك في القناة اذا كنتوا كتشوفو او كتزوروني الاول مرة وتفعيل الجرس باش توصلوا معنا دائما بالجديد انا هنا كنقولكم كيف ديما متصحوا الرحاو الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة